في الواد الخضر العامل هذا يفتع الثمانية عصباح يسكر الثمانية عصباح بعد المواطن لا يريدون أن يذهب إلى مرض يذهب إلى الحمد يذهب إلى مركز لا يوجد مكان يرى مركز هذا المركز لا يوجد يأتي الطبيب مرة في الأسبوع لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد مكان يأتي طبيب عام والسنطر نرى حال إلى الفاكس يأتي إلى الفاكس ما شاء الله تلقى الغش يأتي بأولادهم يأتينا كثيرا يأتي بالتعب والتكفير يأتي كل شيء الحمد لله والعالمين القسمية أهالي توقع القرى والمشاتي يأتي يتنقلوا ويذهبوا إلى الحمدية ويذهبوا إلى المستشفى القطاع الصحي برج بارايج كما تعلمون قرية الواد الخضر فيها عدد سكان كبير جدا فهي حاجة إلى مستوى صف كبير لكي يلبي حاجيات المواطن حتى يسهل لهم معاناتهم للوصول إلى الأماكن البعيدة ما إلا المناطق النائية عندما يمرض إنسان هذا اندل على أن إنسان له إمكانيات نقل اندل على أن له إمكانية مثلا ميسور الحال بينما الطبقة الكادحة والطبقة المحرومة تعاني في المجال الصحي نحن نعاني خاصة في الشتاء وفي الصيف في الصيف نعاني ومن الأساعة العقرب حشاء من يسمع حشاء السامعين وفي الصيف نعاني وثانية الناس يقولون يذهبوا إلى المستوصفات ميقوا لدولة والأولو البرد على الأقل يقربوا من الأطباء الأطباء دايما على الأقل ما يجبوا هناك بسمانة هكذا مرة في العام أو مرة في الشهر على الأقل يقربوا الطب من المواطن رغم الناس بزافة تعاني وحنا برنابعاد على المستشفى على البرج على الحمادية خاصة كان اللي ماتوا في الطريق كان يلحق يلديوه حبس حبس قلبه والله حبس الأخر لا يخطكش من المواصلات في المكيج ما كانش عيادة اللي هنا قال متخصيصة الخادمات يخصنا اللي هنا مستوصف يخصنا حويج بزيف تبوية تروح الحمادية كان حتى اللي ماتوا هنا في الطريق تروح الحمادية يدزك للبرج ما كانش احنا نطلبهم السلطات المعنية بهذا الأمر يجيوا يديرونا حل يديرونا مستوصف يديرونا كوين خاصين نحويج بالزيف ما هدروش غرع الاسبيطار والذيك ما كان ينصنطر الهنا ما كانش فيه المناطق الريف المناطق الريفية الواحد كي يمر يديرونا موضوع يجليم ما كانش فيه ما كانش فيه المناطق الريفية المناطق الريفية فهو المناطق الريفية تتقوم ببناء مركز صحي كما نقول احنا يتطلع الى مطالبات المشهد يعني كي نقدان واحد مرض هنا ما جاي يوصل الاسبيطار والله لطبيب من مات كيلي عندو لازماتي كيلي عندو يخصوا الوكسيجين اذا هنا انطالبون يجدوا يعني سلطات المعنية بيتدخل يعني وشوف الوضعية هذه نتمنى ان شاء الله من الدولة التانة تزيد دير هذا النوع المنبادرات تكون عامة بصفة عامة على جميع القرى وجميع المداشر تعل جميع الولايات وبالتالي هنا ننشد سلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لكي ينظر بعين الاعتبار بما ان المنطقة منطقة ريفية كبرى وبها عدد سكان كبير جدا يبحث في الموضوع لكي ينشأ لنا مستوصف كبير ليلبي العلاج المتوجدة عبر اقلم البلدية صح يعني راي تعرف شوية تدهور ونحن بإذن الله تعالى واحدة راح ننخطوها بعين الاعتبار من حيث يعادة الاعتبار لها اولا والمناطق اللي فيها اللي راي منعدي من فيها شقعات علاج راحين بإذن الله نسعى مع المصالح المختصة وهن العموها بخصوص التغطية الصحية صحيح وش يقول المواطنين لأن حتى الظروف اللي كانوا يخدموا فيها الأطيبة ولا ميش ظروف وبالتالي يقدر طبيب ميروحش كي ميش ظروف مليحة ملائمة يخدم في جو موريح يقدر ميروحش عندنا المناطق كبيرة مثل ما مطيقة مشتفاطيما عندنا مجل عمران عندنا الواد الأخضر راح هي الواد الأخضر راح عندها حوالي تسع قرار لتبعي لها راي بمثبت بلدية وحدها والتغطية الصحية ثانية فيها راي ضعيفة ماذا بإذن الله تعالى واحدة راح ننسقه مع المصالح المختصة وعلى الأقل يعطينا الطبيب مداوم دائم متوجد ثمة يعطينا صيرة إسعاف مثلا لإسعاف المرضى ولا لإسعافات الأولية ولا حتى يوصل هنا للمركز الصحي الحمادية اللي راح تطور شوي راح تطور ما بارابور للوشكين من قبل راح تطور لباس